لكن هنستقبل المحلل الرقمي زمنا العزيز أيمن جيلبرتو الحديث عن أرقام اليوم سالخير عين سالنورة كابتن أيمن وكل الكباتن هارد لك للنادي الأهلي كانت فرصة أن احنا في ختام هذا الشكل لكاس العالم للأندية أن احنا نصعد للنهائي حتى ده بالأداء وبالأرقام وكل حاجة احنا يمكن دي من أفضل المباراة اللي لعبناها قدام بطل كوبا لبرتدوريس أو فريق برازيلي لكن في النهاية للأسف بنغلط نفس الأخطاء على مختلف الأجيال وبنخسر تقريبا بنفس النتائج لسواء 2-0-1-0-2-1 يعني لو هنستعرض سريعا إحصائيات المباراة ونشوف الشكل العام يعني زي ما احنا اتكلمنا قبل المباراة والكابتن اتكلموا على الفكر واسلوب مدرب فلمنينسي دينيس وانهو ازاي اللا مركزية واللعيبة كلها بتبقى موجودة في مكان واحد عشان ما يجروش كتير فكرة عمرهم ويلعبوا على التمرات لكن هنبصت نسبة استحوازهم على الكورة في إجمال المباراة نتكلم في 64% الندي الأهلي 36% تمام ولكن ده لما بيترجم هنا بنشوف بقى يعني معنا مساكبت نحمد بلاي الرجل قناص النهاردة انت بص لما تبقى بنسبة الاستحواز دي ويجي لك نسبة الاهداف المتوقعة هدفين فاصل 26% بتتكلم ان انت كنت ايجابي يعني انت رحت قصبت لهم الكورة ولكن انت ما كنت سايب الكورة وبتدفع بس هم في نفس الوقت بكل الاستحواز ده وكل ده الفرص اللي عملوها تقريبا نسبة الاهداف المتوقعة واحدة لكن هم ما استغلوها احنا ما استغلناش عشان كده ظهر ان انت خسران في النهاية اتنين صفر نتكلم الرقلات الروكنية قريبة ستة لسبعة الرقلات الحرة خمستاشر لحداشر برضو نتكلم فيه نسب قريبة المحاولات المحاولات على المرمى بس النادي الاهلي عمل كام محاولة على المرمى على مدار المباراة من 18 محاولة منهم ستة اون تارجت ده الرقم ده مفاجئة بالنسبة لي احنا رحنا يا كابتن يعني احنا قاما سجيل الاستحواز لكن احنا رحنا بكور كتير رحنا بمحاولات حاولنا لكن في نهاية هم برضو عافيك هم النسبة الصحيح ستة من 13 النهاردة دي بيتكلم اللي داخل بقى منطقة الجزاء المحاولات لداخل منطقة الجزاء هم كان حداشر واحنا تمانية من خارج منطقة الجزاء خمسة لسبعة نتكلم في حاجات قريبة بص بقى صناعة الفرص انت كنت بتصنع فرص اكبر منهم ولكن انت ترجمتك للفرص دي او ترجمتك للهجمات بتاعت النادي الاهلي هي دي المشكلة بتاعتنا من بداية الموسم ممكن برضو نكمل بقية الارقام للارقام كبيرة جدا دي بنتكلم على التلت الاخير من الملعب الهجمات بتاعتهم او بتاعتنا كيتشكلها عامل ازاي هم الجابهة اليسر عموما اللي اتكلمنا فيها برضو قبل المباراة كابتن الجابهة اليسر عاملين 25 هجمة منهم بنتكلم في الهجمات اللي هي الخطيرة او في التلت اللي جوه بتاعنا تمانية احنا هنا اربعة لتمانية الاجمال اللي هجمات العملناه من الجانب الايسر العمق احنا برضو كنا مصممين احنا بنحاول نلعب من العمق بشكل كبير اتناشا رجم هم فريق ما بيحبش يلعب على العمق بيلعب اكتر على الاطراف زي ما احنا شايفين كده وده اللي اتكلمنا فيه قبل المباراة نتكلم استلام الكرة بين الوسط والدفاع بص الرقم عندهم عامل ازاي لان انت كنت سايبلهم الاستحواز وكنت سايبلهم الكرة طول الوقت وحتى الكرة التانية لما كنت بتقطع كنت بتعمل بيها هجمة مرتدة ولكن ما بتستفدش من الهجمات دي نكمل برضو الاحصائيات بتاعتنا دي بنتكلم على اختراق دي الحاجة الفيفا كده بتبقى اختراق الخطوط بنجاح لي اجمالي اختراق الخطوط على اختراق الخطوط الدفاعية او في الاخر نتكلم بص ده الرقم بتاع النادي الاهلي اعتقد بس وهنا معكوس بين النادي الاهلي وفلومونيسي التسلل النسبة بتاعته اتنين اتنين على النادي الاهلي واحد على فلومونيسي بص دقة التمراتة كابتن عدد التمراتح النادي الاهلي نهاردة تقريبا لانه فقط الاستحواز نسبة التمراتة بتاعت نتكلم دقتها 78% وده كان واضح ان في الاخر كمان المباراة انت عندك اجهاد كنت بتفقد الكرة بشكل كبير هنا هم عاملين 692 تمريرة 622 تمريرة بشكل صحيح العرضيات النجاحة هي مكسوبة غلط هي معكوسة بس ده ده بشكل عام ابرز احصائيات المباراة لو هنتكلم بشكل فردي في النادي الاهلي عندنا قلبين الدفاع من قدرش نقول ان هم ما عملوش مباراة جيدة لو ما عملوا مباراة طيبة بنسبة نتكلم فيه فرق يومين ما بين مباراة اتحاد جده ومباراة فلومنيسي مع كمان الهجوم القوي للفريق البرازيلي هنا محمد عبد المنعم نتكلم الفوز بالكرة ال13 وياسر ابراهيم 7 لاعتراض الناجح لو خدوا الكرة بالاستحواز عبد المنعم 4 ياسر ابراهيم 1 الكرة الثانية الريكافر 6 و4 ياسر البلوك ياسر عمل بلوك لتزديدة كانت قوية وللتحام الهوائي الناجح خد الكرة كان ياسر ابراهيم قبل ما نختم الارقام بحالة بس هتوضح او هتبرز الارقام دي هنتكلم على دور مروان عطية وعلي معلول ان هما الاثنين من اكتر اللعيبة اللي خدوا ريت عالي في المباراة وكان هما الاثنين للامانة في الحتة بتاعتنا هما ياخدوا الكرة ويحاولوا يعملوا هجمات كانوا ابرز اتنين لو هنستعرض بس ارقام مروان عطية وعلي معلول بصها كابتن مروان عطية في نص الملعب واخد الكرة كم مرة فاس بالكرة كان مرة 20 مرة منها الكرة التانية 13 مرة مروان عطية خد كذا كرة وعمل بها هجمات المرتدة واضح ان احنا فنيا كشغل فني احنا كنا مستعدين للمباراة لكن المشكلة كلها ان انت ما ترجمتش شغلك الفني ده باهداف في الملعب هنا بس لو هنستعرض حالة واحدة لتأكد كلامنا قبل المباراة في فكرة الفكرة بتاعهم اللي احنا قدرنا نتعامل معه اللي هي الكرتين اللي ظهر فيهم مارسلو تحسوا كأنه مهاجم بالضبط مارسلو اللي هو الباك رأيت هو كأنه مهاجم كرة كان فيها يعني على حدود منطقة الجزاء والكرة التانية كانت محاولة هو شطها على المرمى هنا دي بص الكرة دي في الشوت الاول بص مارسلو فين عن جنب ياسر ابراهيم ده الباك بكما ياسر حارب بالضبط وهنا اللعيبة كلها متجمعة وسايبين المساحات دي فاضية الكرة التانية هتلاقي ان مارسلو اصلا جاي ومن ناحية اليمين بص بيشوتوا الكرة فهنا هي دي الراجل بيطبق فلسفته فرضها لكن انت كنادي اهلي تعاملت معها بشكل كويس في فترات كتيب كنت بتقطع كرة وبتروها زي ما شفنا هنا الفرص في كرة حسين الشحات كان فيه كرة كان يقدر من هو يلعب على العلي معلول فيه الكرة التانية اللي بتاع بيرسي تاو كان تقريبا رايح انفراض من نص الملعب بالكرة بتاعت حسين الشحات وكهرباء اللي لعبها بدماغه وبعدة باكات بيرسي تاو طبعا حشوت التاني كان فيه كرة لحسين الشحات لعبها الكهرباء لو كان الناحية التانية بص على بيرسي تاو فاضي تماما فاحنا فنيا يعني عشان اختم الكلام والكبات يعني طبعا هيشرحوا كل الكلام ده انت فنيا قدرت تتعامل مع المباراة يعني حطيت السيناريو اللي انت تقابل به هذا الفريق ونخلص الهجمات ونستغلش الفرص وبالتالي بنصعب الامور علينا بشكل كبير صحيح عموما نتمنى التوفيق ان شاء الله في المباراة اللي جاية على المركزين التالت والربع ونتمنى ان شاء الله بإذن الله ان احنا يعني بإذن لربنا وفقنا ونقدر نجيب المدالية البرونزية ان شاء الله بإذن الله شكرا جزيلا شكرا لكم على استماعكم وشكرا لجمهور النبي